السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم القيامة يوم المحشر يوم عظيم تجتمع فيه الخلائق من آدم إلى قيام الساعة مليارات من البشر ومع ذلك في ذلك اليوم الذي المخيف الرهيب الذي أمم تذهب فيه إلى جهنم وأمم تصيح وأمم تتعذب يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفنا بماذا بآثار الوضوء نأتي كلنا نور ثم بعد ذلك نصطفى من بين هؤلاء الخلائق كلها كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود بتوحيدنا الذي منحنا الله إياه هناك في ذلك الموقف أنا تعجبت من آية قالها الله في سورة التحريم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير غاية مناهم في ذلك اليوم هو تمام النور لماذا؟ لأنهم يرون المنافقين وقد أطفئت أنوارهم فيتمنون من الله أن يحافظوا على هذا النور الذي كسبوه بل أن يكتمل ليمروا من فوق الصراط ويأملوا رأيت هذا الأمان هذا لا يعطيه الله عز وجل إلا أهل التوحيد فكن منهم بارك أمان رأيت جدد بارك أون رأيت 16riv ترجمة Mens留め